هكذا وصف الإعلام الأمريكي اتصال الرئيس جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ناقش التوترات في المنطقة والتصعيد الأخير قراء عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران ومقتل فؤاد شكر القائد العسكري في حزب الله اللبناني بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إحباط كبير تسرب لبايدن ومساعديه من سياسة نتنياهو في التعامل مع ملفات الشرق الأوسط فقمته لاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة التي ولدت غضبا شديدا للرئيس الأمريكي الذي طالب نتنياهو بالعمل على تأمين صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي خالف توجه النقاشات التي دارت بينه وبين بايدن ومضى في تنفيذ عملية الإغتيال على الأراضي الإيرانية تهديد أمريكي لتل أبيب تضمنته مكالمة بايدن الصارمة كما وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستتخلى عن إسرائيل حال تنفيذها أي تصعيد جديد وشدد بايدن على نتنياهو بضرورة التوقف عن تصعيد التوترات في المنطقة والتحرك فورا نحو اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوعين كحد أقصى اتصال بايدن الصارم بنيتنياهو حمل تأكيدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بضرورة بذل أقصى جود لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار الإقليمي حتى لو لم يكن الاتفاق مثاليا في ظل ما تمر به المنطقة من نقطة تحول قد تؤدي بالشرق الأوسط إلى وضع صعب لا يمكن الرجوع عنها ليظل التحذير الأمريكي لتل أبيب ناقوس خطر يجبرها على مراجعة حساباتها في التعاطي مع الملف الإقليمي